اسمي لقاءنا اليوم رحلة السماء والرحلة التي لا اظن التاريخ على مستوى البشرية مرت فيه رحلة مثل هذه الرحلة رحلة هذا اليوم الاسراء والمعراج هي نتيجة ما حصل في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه الصلاة والسلام حصلت له هذه المعجزة ولاحظوا المعجزات تأتي بعد صبر جيبوا لي وستمر معنا في السيرة ما تأتي معجزة للنبي الا بعد صبر وبعد تضحي وتحمل تذكرون يوم الصحيفة والحصار النبي صلى الله عليه وسلم كتبت قريش صحيفة فيها حصار اجتماعي وحصار اقتصادي لا نزوجهم ولا يزوجون ولا تبيعون ولا تشترون منهم شيء وحوصر النبي ثلاث سنوات بعد هذا الصبر والعناء حدثت ان الارضة وجدوها في الكعبة دخلت فاكلت هذه الصحيفة ولم تبقي الا باسمك اللهم وايضا الان النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات صابر وتضحية ثم يأتيه التكريم بس هالمرة يختلف الموضوع فيه معجزة خارقة والتوقيت طبعا في السنة العاشرة الرحلة جاءت بعد الطايف بعد وفاة خديجة بعد وفاة ابو طالب قبل اللقاءين قلت لكم هل تتصورون ان النبي مر عليه السجن الرسول لما توفيت خديجة وتوفى ابو طالب نزلت عليه سورة يوسف تسليه يقول عنها الامام القرطي بسورة يوسف هي سورة المحزونون ما يقرأها محزون الا سر الله عنه يعني ينشرح صدرة والرسول ينزل عليه سورة يوسف كأن الله يقول له يا محمد انت فقدت خديجة ابو طالب ترى يوسف فقد ابوه وفقد اهله يا محمد انت الان تؤذى ترى يوسف اذوه اخوانا يا محمد استعد ستهاجر تطلع انت رحت للطايف وستذهب الى المدينة ترى يوسف ذهب من بلده من فلسطين الى مصر وجلس فيها سنوات طويلة ولذلك النبي لما نزلت عليه السورة بعد العناء الحصار وهو يسمع سورة يوسف عليه السلام والآيات تروي تلك القصة الشيقة الحقيقية الواقعية لما جاء من دوب الملك الى يوسف قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة هنا الرسول اش قال رحم الله اخي يوسف لو دعيت الى الباب لا استبقت اليه كأن الرسول عد الوضع اللي كان فيه اشبه ما يكون بالسجن ولذلك النبي لو دعيا صلى الله عليه وسلم الى الذهاب والخروج لا اجاب صلى الله عليه وسلم الرسول في مناجاته وراجع من الطايف ان لم يكن بك غضب علي يا الله فلا ابالي الان الرسول خايف عسى ما يكون هذا عقاب انا نعم رجعت من الطايف اذوني اهل الطايف رجموني لكن هل انا معاقب هل فيه صخط صخط من الله علي الله يبين له لا يا محمد حنى الان بنبيلك ان لسنا بغاضبين بل كل الرضا عنك نريد ان نقول لك وللبشرية من بعدك في امتك اذا كان بعض اهل الارض اهلها سكانها اعداؤها الذين لا يحبونك اذوك تعال عندنا فوق نبين لك مقامك حنى بننقلك من ضيافة الاهل الارض الذين اطردوك الى ضيافة ربانية الى ضيافة علوية سماوية فوق حتى يتبين لك قيمتك وقدرك ومقامك يا محمد عندنا طبعا الرسول ما يدري عن الرحلة لم يخبر قبلها الموقف انك تراك بيجي يوم تروح للسماء ولا يعلم عنها كان النبي وقتها نايم اختلف العلماء في بيته في مكان اخر والصحيح والله اعلم وهذا في البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان نائما عند الكعبة بل كان نايم في الحجر في حجر الكعبة الذي هو من الكعبة وكان متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم طبعا رحلة الاسراء وهذا كلام يثيرون المستشرقين كشبه هل اسري بالنبي بالروح والجسد ولا بالروح فقط اهل السنة عندنا يقين انه اسري به ايش جسدا وروحا اسري بروحه وبجسده فيأتيك بعض الناس ستجدون هذا مكتوب لا الرسول لم يسرى بجسده اسري به بروحه وهذا كلام مغلوط يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الان نزل عليه جبريل وهو نايم يقول فجاءني جبريل وقال يا محمد قم فقام محمد صلى الله وسلم يقول فالتفت اليه ثم شق صدري وسد النبي صلى الله عليه وسلم الروايات اختلفت كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال مرتين منهم من قال ثلاث ومنهم من قال اكثر من ذلك والله واعلم انها مرتين المرة الاولى لما كان عند حليمة السعادية وهذه المرة الثانية شق صدر النبي سلم من عند نحرة من هنا الى اخر بطنه الى حدود خروج الشعر قال فشق صدري وهو يروي النبي الموقف والحالة ثم قال واتي بطست من ذهب مع جبريل هذا الطست مملوء ايمانا قال فاخرج قلبي اي جبريل عليه السلام فغسله ثم حشاه حشاه حكمة وايمانا ولذلك في الحديث الثاني حديث انس وهو في الصحيحين ايضا ان ابو ذر يقول حدث النبي ان جبريل لما جاءه بمكة قال فرج صدري يعني فتح صدري ثم غسله بماء زمزم يعني غسل قلب النبي سلم وصدر بماء زمزم ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وايمانا فافرغه في صدري ثم اطبق عليه ثم سكر ثاني مرة ولك ان تتخيل هذا القلب الرحيم الذي ملئ ايمانا وملئ حكمة وملئ محبة وملئ سلاما وملئ عليه الصلاة السلام اخلاقا ويفيض من الايمان صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم يقول فلما سكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخذ بي بيدي جبريل واخذ يطوف معي في الكعبة فطفنا سبعا اثناء الطواف يقول النبي صلى الله عن جبريل لك ان تتخيل جالس يعلم الرسول بالبرنامج في رحلة ولازم نعلمك يا محمد قال يا محمد اني ساخذك بامر الله معي الى الله يعني انا تتخيل ان الرسول بيشوف الان كيف بوصل الى الى ها السماء وكيف سيكون الطريق وكيف ستكون الرحلة هل ساغيب عن المكة واختفي سنوات وارجع بعد ذلك هل انا ساذهب الى الان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفاصيل ودقة هذه هذه الامور لكن استعد للقاء الله قال الله جل وعلا في سورة الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا شوف الله قال ليلا ليش ما بالصبح ولا عقب الظهر ليلا ليلا اختيار الليل قصدي ليس التعبيرا او المعنى اختيار الليل الليل هو ليل واحد لكن اهل الليل اصناف فيه ناس ليلهم قيام وطاعات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وفيه صنف اخر له سهر جلسات حمراء وليالي حمراء فرق ترى بين هذا الليل وفرق بين هذا الليل هو الليل واحد لكن اصحابه الذين اختاروا ليلا يريدونهم قضية مختلفة لكن اولئك الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم الله جل وعلا يعطيهم ليلا لكن هذا الليل يا محمد هو خاص وليلتك الليلة خاصة الليلة الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لتسمو نفسه وتنقو روحه ويخلو بربه سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اسرى برسوله ولا وش قال او سبحان الذي اسرى بمحمد قال سبحان الذي اسرى بعبده بعبده مع انه تكريم لكن يا محمد انت عبد ولذلك خذوها مني الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت مواضع العزة عندك ومراضع الارتفاع تذكر انك عبد لله كان الله يقول لنا لا تأخذكم الرفعة في الدنيا والشهرة والنجومية والمكانة والمحبة والقبول وتنسى انك عبد حن سنرفعك الى مقام عظيم فوق بنقول لك مادام هذا الارض لم يستقبلك سنستقبلك وفي ضيافتنا وستجد لك في الطرقات ملائكة ترحبك وتدخلك الى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ولذلك النبي عرف الرسالة يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يروى عنك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان على دابته ولما دخل مكة دخل مطاطئ رأسه من شدة الخشوع حتى وصل فمه او رأسه الى ظهر الدابة قمة الخشوع وهو انتصار حاسم دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم مية في المية يوسف عليه السلام لما دخل عليه ابويه ودخلوا اخوانه وعبرت الرؤية وتحققت ذلك تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا خروا له سجدا واش قال يوسف عليه السلام هنا ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة اش قال توفني مسلما وهلحقني بالصالحين قمة التكريم والعز وقمة التواضع وهذا هو هذه تربية الانبياء بل سليمان عليه السلام ماذا قال قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بامره ويعرف منطيق الطير وكلم النملة واش قال لما شاف هالمناظر وهالقوة اللي اعطاها الله رب العالمين قال ربي اوزعني ان اسكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي تاريخ الانبياء كلها تاريخ تواضع وتاريخ تربية مع انهم وصلوا اعلى درجات يكفنهم انبياء درجة الرسالة والنبوة ومقامها مقام عظيم لكن انظروا التواضع بخلاف قارون اعطاها الله ماله وكان فقير ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بعدها بايات قال الله جل وعلا انما اوتيته ايش على علم عندي ترى من عندي كيف اوتيت على علم عندك هذا التكبر الذي يرفضه القرآن هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظة طبعا ادنكم تركزون معي في هال الموضوع ترى كل رحلة الاسراء والمعراج فيها رموز تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم ولذلك شغل مخك باختصار على اساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيرة وسترى هذه الرموز الرسول يطوف تفاجأ وهو يطوف خلصه حين سبع عشواط فاذا النبي يرى دابة غريبة مخلوق جديد اول مرة يشوفها ولونه ابيض يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل اكرمكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هذا البراق هذه دابة اللي جبتها من السماء تركب تركب تخاويني عليها ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل في حديث الامام احمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليهش على الحمار اكرمكم الله قال لله الاسسابع الم اركب يا معاذ قال اركبوا هذا حمارك يعني ما اقدر ولذلك الشعب العالمين يقول في شعب الايمان صاحبوا المكان اولى بمكانه وصاحبوا الدابة اولى بظهرها قال كيف اركب ما تكفيك قال اركب معي اركب يقول معاذ فراكبت معه يقول فراكبنا يعني ضيق ظهر الحمار مم كبير وانا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما شينا قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط طحنا كل يقول انا قمت مستحي والرسول يتبسم ادب وتواضع قال ما عليك اركب اركب يقول فركبنا مرتين ثانية فمشى الحمار وسقطنا وقام الناب سلم يتبسم وانا مستحي ضحكت لك الايام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الاعوام اضحك لانك جئت بشرى للوراء في راحتك السلم والاسلام صلى الله عليه وسلم يقول فقال جبريل اركب معي على هذه الدابة هذه الدابة البراق وسيلة المواصلات وش باقي مواصفاتها يا رسول الله اسمعوا كيف البراق قال هذا البراق يضع حافره عند منتهى بصره يعني وين يوقف البصر يحط حافره الحين حنا كبشر لو المكان ذا مفتوح انا ما اعرف الحقيقة بالضبط كم يصل بصر السليم البصر مئة بالمئة لكن اتصور كيلوات ممكن يشوف اقصى بعيد لك ان تتخيل هالحافر هالدابة هذه حافرها مكان رجلها اكرمكم الله اخرها تضعها عند منتهى ذلك البصر ولك ان تتخيل كم سيكون نظر هذا البراق الذي جاء من السماء عشر كيلو اكثر اقل الله اعلم البراق النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الان ترى هو يقول يضع حافره عند ايش عند اخر بصرة ترى الرسول يتكلم عن سرعة الضوء هذه قوانين الفيزياء الحديثة يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها النبي يعني منتهى طرف البراق الاف الكيلوات كم استغرق يعني رحلة النبي صلى الله عليه الى فلسطين اذا كانوا اهل مكة يركبون على الابل يجلسون شهر وهم حتى يصلون لفلسطين النبي صلى الله عليه وسلم اسر يبيه في تلك الليلة ورجع ولا يزال فراشة دافئا يعني كم استغرقت الصحابة سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لك ان تتخيل واصدقوها حين الان عندنا طيارة وعندنا صاروخ ويمكن العقد المجرد لو لانه كتاب منزل قرآن نص شرعي العقل المجرد لا يصدقها وحن نشوف الصواريخ ونشوف الطائرات ونقطع الطرق بل نقطع البحار والقارات في ساعات ومع ذلك يمكن الواحد يجلس يضرب اخماس واسداس بالعقل المجرد اما الايمان المطلق فنحن نؤمن بما جاء عن نبينا وما جاء في هذا في هذا الاسراء لكن تخيلوا الصحابة في تلك اللحظة كيف كان حالهم ولذلك واجهوا بالصدق والتصديق لانه الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم لماذا الله ايضا ارسل له الدابة فيه رمز اخر رسولنا هو رمز العلم اليس اول رسالته اقرأ بلى ولابد مهما يا محمد بلغتم من العلم وسبقتم في العلوم تعرفون ان علومكم عند علم الله جل وعلا لا شيء فهو الله مالك الملك سبحانه وتعالى البراق سمي براقا لان سرعته مثل البرق وانا اقول لكم الان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على هذه الدابة البراق ومعه جبريل عليه السلام يركبون مع بعض يقول اسمعوا النص الحديث يقول النبي فركب جبريل وفركبت والله لا يفوتني ولا افوته يعني انا مراقبة وهو يطالعني انا استنبطت رأي اجتهاد ان النبي يفخر بهذه الصحبة يفخر بقربه من جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل لا يفوتني ولا افوته ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم عليه الصلاة والسلام ايضا هذه السرعة الخطيرة التي يأخذها هذا البراق ويمشي بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحابه الان وهو على على ظهري هذا البراق كأن الله يقول يا محمد انت لما جيت تبي تدخل مكة وانت راجع من الطايف ما هو الرسول وقف وجالس يفكر كيف ادخل وقال له زيد يا رسول كيف ندخل عليهم انت يا محمد كنت تخطط تريد تدخل الى مكة بلدك وكنت جالس تحسبها وربما لم تستطع ان تدخل الان نقول لك نحن نخترق بك العالم نخترق بك السماء والارض نتحدى قريش التي طردتك والطائف التي لم تستقبلك ونقول لهم تعالى ومحمد منعتوه من بقعة في الارض نحن نجعل يصعد الينا يخترق السماوات ونصعد به الى ملكوت لا يقف عند موضع يراه الا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين لا يمكن ان احد يدخل المكان اللي دخله نبيكم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وصل النبي صلى الله عليه وسلم الان الى وين الى الاقصى وصل عند فلسطين انتبهوا فيه رمز ودي اقوله لكم جبريل نزل اول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله الرسول لما نزل اخذ خطام ايش البراق وراح يربط في سارية فربط ليه يا رسول بيروح بن عاش لماذا تربط يا رسول الله هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة ببعير الرسول هنا كان يريد ان يقول يجب ان نفعل الاسباب مع توكلنا على الله جل في علا وفي الحديث الاخر بعدين اعقلها ايش اعقلها وتوكل اترك ناقتي ولا توكل على الله قال اعقلها وتوكل عقلها الناقة حتى لا تفلت ولا تذهب وانت متكل على الله جل في علا ولذلك فعل الاسباب لا يتعارض على التوكل على الله سبحانه وتعالى وفي اخر الليل يدخل النابس سلم تخيل اخر الليل المسجد من فيها الان المسجد الاقصى اول شيء وقت ليل والمسجد مهجور كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت ولا عندهم احد يدخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم الان فتح الباب ودخل جبريل فوج النبي انفجع النبي صلى الله عليه وسلم لا المسجد مليان مليان عن بكرة ابيه قال جبريل من هؤلاء من ذولي قال هؤلاء انبياء الله ورسله كل الانبياء من لدن ادم الى عيسى عليه السلام يقول رسول فتبسم جلس يناظر ادم ونوح ويونس وموسى وابراهيم وزكريا ويحيى جميع الانبياء حضروا في هذا المسجد لاحظوا هذا اللقاء اكبر لقاء تاريخي جيبوا لمؤتمر جمع فيه الانبياء هؤلاء هذا اللقاء النبوي الكريم الذي اجتمع فيه انبياء الله ورسله في هذا المكان والله ما سمعت الامة اجتماع في التاريخ مثل هذا الاجتماع العظيم اتحدى احكولنا عطونا قصوا علينا بس هذا الاجتماع له معاني خطيرة كأن الله يقول هنا في وحدة بشرية رغم سلسلة التاريخ المتتابعة لكنهم يجتمعون على توحيد من على توحيد الله كأن الله يقول يا محمد ادم بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله ونوح بعث ليقول للناس قولوا لا اله الا الله ويوسف بعث حتى يقول قولوا للناس لا اله الا الله كأننا نجتمع على كلمة لا اله الا الله اول شي ابي اسأل سؤال قبل ليش الانبياء هذول ينازلين في الارض ما بالرسول بيشوفهم في السماء طيب ليش جو ليش نزلوا في الارض النبي صلى الله عليه وسلم هذا احد لكن فيه رمز اهم فيه شيء اعظم طيب انت الان بترقى في السماء وبتشوف الانبياء ليش نازلين ينتظرونك فيه رمز انا اعتبره خطير هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية حن يا محمد نسلمك الراية نعطيك مهمة قيادة الامة نعطيك مهمة مسئولية الارض يا محمد لك الارض تأخذها برايتها وتستلم انت قيادة الارض تخيلوا هذا المعنى الكبير النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يدخل ويتلفت نشوف اسماعيل جدة وابراهيم عليه السلام ثم صفت الانبياء صف كما تصفون وصف الصلاة صف علمين وصف علسار فاذا بجبريل يتقدم ثم يرجع الانبياء ويصفون صف ورصف 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 الان يبوني صلى الركعتين ولاحظتوا شوفوا موضوع الصلاة يا جماعة والله العظيم والله الذي لا اله غيره الذي لا يعرف قيمة الصلاة بعيد عن الله والله الذي لا يعرف الصلاة بعيد عن معرفة الخلق وحكمة الله لخلق الامة الانبياء واقفين بيصلون ادم ابراهيم نوح عيسى موسى يونس جميع الرسل والرسل صلى الله عليه وسلم واقف جبريل فاذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي اماما بكل الانبياء شرف امامة رسولكم يا جماعة احمدوا الله الذي شرف هذه الامة احمد الله انك من امة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين هذه الصلاة تشريف ولا تكليف كلها تشريف وتكليف هي تشريف لامتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام ان يصلي بالانبياء ووراهم جبريل معهم وتكليف انك يا محمد حملت راية الارض وانت مسؤول عنها كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الارض وحافظ عليها امتك موسى خذ يا محمد راية الارض عيسى وسلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم لازم نفهم المعنى للاسراء والمعراج ليست قصة الاسراء والمعراج انها سوالف هي معجزة كصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها لكن معانيها كبيرة انت ماسك الراية ليست في يدك فقط يا محمد بل منك والى امتك من بعدك هو يصلي الان الله اكبر والانبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الاقصى والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه طيب سؤال ليش الاجتماع صار في المسجد الاقصى لو قلت الواحد منكم لو الموضوع بيدك تختار موقع يجتمعون فيه الانبياء وين تختار مكة طيب ليش الله جل وعلا اختار الاقصى سؤال هل ما فيه طريق للسماء اللي عن طريق المدينة عن طريق الفلسطين الله قادر يعرج بمحمد من الكعبة مباشرة صح ولا لا ونفس الشيء في الرجعة لما نزل النبي من السماء ما راح المكة نزل للمسجد الاقصى وركب البراق ثم رجع ليش لا فيه معنى فيه معنى اكبر اتفاضل اشياء هل كان يتمنى انه يصلي بالمسجد الاقصى او زي كده لا هو المعنى هو المعنى انه لا يمكن ان يكون فيه طريق الى السماء الا عن طريق المسجد الاقصى بمعنى ان المسجد الاقصى جزء من هذه الامة وهذا اللي ودي اقولها الان المسجد الاقصى لذلك اليهود ترى فهموا هذا المعنى هم يعرفون ان هذا المكان هذا المسجد هو مسر الحبيب وهو اجتماع الانبياء اعظم اجتماع في التاريخ كان هناك في تلك البقعة الطاهرة المباركة وهذا اول قبلة المسلمين وثالث المساجد مسجد الكعبة مكة المكرمة الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم المسجد الاقصى ولا تشد الرحال الا لهذه الثلاثة الله يقول سبحان الذي اسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم ثم قال الله بعد ايش واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل هل لا تتخذ من دوني وكيلة ايضا ترى قبل الاسراء كان فيه موسى عليه السلام قال ذرية من حملنا ايش مع نوح موسى ونوح يا محمد قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح وجاء الانبياء الى هذا الطريق ايضا فيه فيه لفتة ثانية الرسول مر على طريقة وين عليه شو شاف في الطريق هو على البراقة شاف جبل الطور هذا في الرجعة شاف القبيلة فالذهاب شاف جبل الطور موسى ومر على بيت لحم عيسى ومر على مسرى ابراهيم لما مشى وتحرك الى فلسطين عليهم السلام جميعا صلى ركعتين واحضر جبريل انتهت الصلاة والرسول سلم واقف والانبياء موجودين فجاء ان جبريل فاحضر ايناء اين فيه لبن ويناء فيه خمر فقال خذ يا محمد اشرب والخمر معروض عن النبي سلم كان وقتها لم يحرم النبي لم يشرب الخمر لا قبل الاسلام ولا بعد يعني لا قبل بعثتي ولا بعد عليه الصلاة والسلام فمد النبي وهذه في اشارة هذه اول اشارة ان الخمر غير غير مقبول فمد النبي صلى الله سلم يده واخذ ايش اللبن وقال هديت الى الفطرة وهديت امتك اليها وش الموضوع وش الرمز ليش اختار اللبن من يعطيني عطوني فيه قريب من هالمعنى معناته اننا رمز ان الله خلق الشيء ناخد الشيء الذي لم يتغير كان الله يقول لا تتغيرون يا جماعة اللبن صافي هذا له طبيعته اما الخمر مخلوط النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر فاخذ اللبن وهدي الى الفطرة وهذه فطرته عليه الصلاة والسلام وهديت امته من بعده صلى الله عليه وسلم الان الان الانبياء شاف النبي سلم في الارض وتاريخ الانبياء كان الله يقول يا محمد مر ينابك على طريق الانبياء وشفتهم في الارض الان سنحلق بك حتى ترى السماء اجتمعت للرسول رؤيتين رؤية الارض ورؤية السماء وكأنها الرؤية حتى نرضيك ايضا يا محمد وترى ملكوتنا في سماوات رب العالمين وجاء الان المعراج المعراج يقال ان مثل السلم لكن لم يوصف المعراج هو ما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان المعراج هو اسم للعروج للصعود وان النبي صعد على البراق ايضا مع جبريل عليه السلام هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به ويرتفع في لحظات يوم تتوقعون جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري الوقت الذي قضاه عندنا نص صريح في القرآن يقول ليلا ورجع الرسول ليلا خرج ليلا من مكة المسل الأقصى صلى بالانبياء ورجع في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم اقرب نجم الينا هذه السنوات الضوئية يقولون سفينة الفضاء الكبيرة تصل الى اقرب نجم اقرب كوكب لنا تصل له سبعة الاف كيلو تسيرها في الساعة تصل بعد ثلاث سنوات هذه اسرع سفينة فضاء حتى تصل الى اقرب كوكب اقرب نجم تحتاج ثلاث سنوات وقال بعضهم ثلاث سنوات ضوئية والسنوات الضوئية حدث ولا حرج كيف نستطيع نحن ان نصل الى هذه السماء عقولنا لا تدرك ذلك لكن علينا التسليم والايمان والاقتناع التام بان هذا الذي حدث لنبيكم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم من سيقابل في السماوات لا هذا فيه خلاف لكن صحيح ان لم يرى الله سيقابل الانبياء وليسوا له العزم لكن قابل منه العزم وبعض الاخير وسأتي اتمام من قابل في السماء الولى من شاف يلا شاف ادم وفي السماء الثانية عيسى ويحيى ابناء خالة وشاف في السماء الثالثة من يوسف وفي السماء الرابعة الرابعة ادريس سماء الخامسة هارون سماء السادسة موسى سماء السابعة ابراهي طيب سؤال ليش بس هالانبياء اللي شافهم في في الرحلة هذي في السماء ليش ما شاف بقية الانبياء من يعطيني اختار الله هؤلاء الانبياء لثلاثة تسبق نعم هذا واحدة منها ان ان هؤلاء الانبياء هم من الانبياء الذين اوصلوا بناء مجتمعات ليس فقط لتبليغ رسالة في انبياء بلغوا رسالة لكن نصول بلغ رسالة وبنى مجتمعا والرسول مهيى الان ايش وين يروح للمدينة اثنين مثل ما تفضل الشيخ انهم اكثر من اوذي من الانبياء موسى عليه السلام اذا فرعون اذا بني اسرائيل وايضا منه ويوسف عليه السلام كذلك وادريس ومنهم من قتل يحيى والزكريا يحيى قتل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الانبياء الله يختار لرسوله ما يناسبك في تاريخك يا محمد من باب التثبيت يعني الحكمة من الاسرائيل من رجل شو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ويخبار انك يا محمد لك قيمتك عندنا وهذه احد طرق وطرائق تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم طالع مع جبريل جبريل الان بكل ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتني ولا افوته ولما جاء عند السماء الدنيا طرق الباب جبريل قال خازينها من شوفوا ما في فوضى في السماء ترتيب نظام افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لا ادعوا من فوضى والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا لاعبين وما خلقنا السماء وما كنا ايش لاعبين ما خلقناكم حن عبثوا لعب حن خالقينكم بحكمة وبنظام ونعرف خلقنا طرق جبريل الباب من جبريل من معك محمد ابو عث هو ارسل ولا توا قال لي ارسل محمد قال له اذن لي ان افتح انا عندي اسم محمد من ضمن اللي يدخلون من هذا المكان ثم فتح الباب فاذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم واول ما دخل اناظر فاذا برجل على يمينه ظلة سوداء وعلى يساره ظلة سوداء اذا التفت يمين ضحك واذا التفت يسار بكى قال من هذا يا جبريل قال هذا ابوك ادم الرسول يصف ادم يقول طوله ستين ذراعا عليه السلام يقول فلما رآني امرني جبريل تقدم فتقدمت فسلمت عليه فلما رآه جبريل ادم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه وقال مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح والعبد الصالح وقال له جبريل لماذا يضحك اذا التفت يمين وشاف الغمامة هذه وليش يبكي قال يلتفت على يمينه فيرى ابناءها الذين آمنوا ودخلوا الجنة من ابناء ادم ذريته من جميع الامم ويلتفت يسار ويرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي عليهم كان نادم يبكي على ايش يقول انتم ما استفدتم من تجربتي انا الشيطان لعب علي دخلني ربي الجنة وتنعمت فيها انا وزوجتي حوى وقال كل من كل ما شئت ان لها الشجرة احذر ان تقربها فوسوس علي ولح وقاسمني فقاسمهما وش معنى قاسمهما يعني اقسم الشيطان والله العظيم اقسم ان هذا حق كل منها قاسمهما اني لكما لمن الناصحين الشيطان يحلف ادم ما استفاد يقول هذه تجربتي انا لعب علي الشيطان انتم يا ابناء من باب او لا يلعب عليكم الله ترى سيكتبك الان اسمك مكتوب ما تدري اسمك مكتوب مع اهل الجنة ولا لا ولذلك كان يروى ان احد السلف كان يبكي فيقول يا رب اللهم انك انت الواحد الذي تعلم اهل الجنة وتعلم اهل النار فهل كتبت عبدك من اي من اهل الجنة او لا هل الله سجل اسمك فلان ابن فلان انت من اهل الجنة اللهم اكتبنا من اهل الجنة يا رب العالمين كل من حضر ومن يشاهدنا رجالا ونساء وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذه فرصة ان المؤمن يتعلم شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الان ايضا لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلع ثم عليه الصلاة والسلام يصعد فلما رق السماء الثانية رأى عيسى يقول رأيت عيسى ويحيا شابين في الجنة رأيت عيسى ولونه احمر يعني خدودة حمرة من جماله عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير كثير الخيلان الخيلان اللي حبت الخال يعني موجودة في وجه في اكثر من موضع كأن رأسه مبلل بماء اذا انحدر انحدر شعره وما فيه مويا لك كان يصب منه ماء من جماله عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام يقول فرأيت رجلا اوتي نصف جمال بني ادم انتم تخيل الجمال يعني تخيل الجمال مقسوم قسمين قسم وزعها الله على اهل الارضة وقسم اعطاه الله ليوسف وهذا الجمال الباهر هو الذي جعل النساء يفتن فلما رأينه اكبرنا وقطعنا شوفوا ما قالها قطعنا قطعنا القطع مرة واحدة التقطيع قطعنا مبالغة في قطعنا ايدي اون معادي يحسون وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة ان هذا الا ملك كريم من من جماله عليه الصلاة والسلام لكن تشريف يوسف عليه السلام هو ليس بجماله انما شرفه الله بالرسالة وشرفه الله بالنبوة وشرفه الله جل وعلا بالحكمة التي اوتيها عليه الصلاة والسلام ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الرابعة ثم الخامسة لما جاء الخامسة شاف هارون وفي السماء السادسة رأى موسى يقول رأيت موسى نحيفا طويلا اسمرا قال كان شديدا كان يرفع صوته قلت يا جبريل من هذا قال هذا موسى قلت من يكلم وره زعلان قال يكلم ربه قال اوى يجرؤ قال ان الله علم شدته فغفر له يقول فالتفت ثم ناظرت فاذا بموسى يبكي قلت ليش يبكي موسى قال يبكي يقول هذا الغلام الذي جاء بعد يقصد الرسول فتبعه اكثر مني يعني فقال فالتفت فاذا بغمامة سوداء قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء قوم موسى واتباعه اللي تبعوها ايضا خلق عليه الصلاة والسلام خلق كثير ولكن الله جل وعلا يريد ان النبي سلم يمر على هالا الانبياء ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله سلم في السماء السابعة يوم جاء السماء السابعة شاف من يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا اشباه واشباهي تشبه وجهي اقرب نبي للرسول ابراهيم في الخلقة يقول وكان متكع متسند على البيت المعمور بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالصانتي قال النبي هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث انس قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة فوق الكعبة وهو في السماء يقول فلما رأيته ابراهيم ينظر الان النبي صلى الله عليه وسلم زاد الله مكة تشريف ونوهابه يا رب العالمين الان اللي يشوف الكعبة انا جالس اتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر شوفوا ابراهيم لقاه وين فيه عند البيت المعمور والله ان ربنا عادل الجزاء من جزء العمل من اللي رفع قواعد الكعبة ابراهيم وكأن الله يقول جزائك يا ابراهيم انت ارتاح فوق عند عند اسوار او عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة ولاحظوا مستريح لان الله كأن الله يقول تعبناك وانت ابني الكعبة الحجر الثقيل الاسود ترى راحتك عندنا في الجنة تبغلون الراحة فوق يتعبوا هنا تريدون الراحة عند الله اتعب في الدنيا قم صلاة الفجر في هالبرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في ذهبي ذهبي من المستشفى اتعب في صلة رحمك اتعب في زيارة مريض له حق عليك اتعب في تربية ابنائك وتلطفك مع اسرتك وزوجك واهلك اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة ترى الراحة ميه في الدنيا اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان ما فهم الحياة الله جل على خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل ما ما جاءنا هنا الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش كادحا كادح كادح فملاقيه يقول فنظرت اليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام جدنا ابراهيم عشان كده حنف كل فرض اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل نحبه هو معنا ولذلك نحن نحب الانبياء كلهم لكن ابراهيم يربط نبيه علاقة خاصة في ارتباط جد النبي سلام اسماعيل جد النبي ثم يدخل فسلم عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح ويتبسم في وجهي وهو وهو متك على الكعبة ثم اسمعوا ماذا قال قال اني ابلغ يا محمد امتك مني السلام عليك السلام يا ابراهيم والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك وبلغنا وصيتك وقال اوصهم وش يوصيهم يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها انه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والاخرة بماذا توصيننا توصين يا ابراهيم قال ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه وصية ابراهيم اجمع هذه وصية ابوكم ابراهيم وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من ابراهيم عليه السلام انك تزرع بها نخلة في الجنة هي غراس الجنة وش رأيك من يطبقها الوصية منه بدعوة للدعاء الجماعي لكن قولوا اخذناك سبجركم قولوا لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ابشروا فقد غرستم الان نخلة في الجنة رسول الان شاف ابراهيم وسمع نصيحته خذ الوصية ودخل الحمد للبيت المعمور انتم متخيلين البيت المعمور شوفوا شيقول الرسول قال دخلت البيت المعمور فرأيت سبعون الف ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون متخيلين الحرم الله يشرف هذا البيت العظيم اذا جاء وقت الحج موسم الحج او ليالي رمضان التي يزدحم الناس لا يتجاوز عددهم مليونين احيانا ثلاثة مليون بالكثير ولا يطوفون كلهم مع بعض اللي يطوف يمكن حولا للصحن مئة الف ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل فما بالك بسبعين الف ملك يطوفون يوميا يروحون ولا عادة يرجعون كم عداد الملائكة ثم التفت النبي قال اطت السماء اطت اش معنى اطت لها صوت اهتزت شفت العربية لما اجيب عربية ولا حوض سيارة وتملاها غراض وانتمشي تسمع الصرصرة هذه هذا اطت اطيت اطت السماء وحق لها ان تأط ما من موضع اربع اصابع الا وهناك ملك ساجد او راكع ملائكة ملائكة عظام ولذلك النبي استأذن ربه قال استأذنت ربي ان احدث عن ملك من الملائكة واحد بس احدث يا ربي عنه فاذن لي قال فحدث عن ملك الرآه قال ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة خمسمائة سنة هذا ملك واحد بس وانت عندك الان سبعون الف ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون ترى الله غني عني وعنك حمنا مساكين وبعدين يا جماعة لاحظوا يقول ما من موضع اربع اصابع الا هناك ملك ساجد او راكع حتى موصف الصلاة في السماء من عظمة الصلاة ولذلك شرعت في السماء الصلاة مية بشوي الملائكة ساجد راكع ساجد راكع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الانبياء يصلون خلف الرسول يا جماعة الملائكة تسجد والملائكة تركع وجبريل يصلي والانبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يصيب الصلاة في بداية الدعوة وفي اخر حياته وانفرط فيها ما لها قيمة عندنا والملائكة راكعة وساجد لا واذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة رفعت رؤوسها الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود يقولون سبحانك ما عبدنائك حق عبادتك من يوم خلقوا حتى ماتوا او حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك حن خمس صلوات وتنقص وتفوت تكبيرة الاحرام ويفوت وقتها وبعضنا قد لا يصليها وتفويت ونلعب بحجة الدين يسر وهي راس المال رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا خلاص والدنيا ليست لها قيمة عند النبي اصطن ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت اصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اي امر طيب وقفنا يا محمد لا باقي فيه مكانتي بتطلع الان ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم شوف الان وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة رائحة جميلة منتشرة في السماوات التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والارض قال هذه رائحة ماشطة فرعون وابنائها ماشطة فرعون واش قصتها هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون وهي كانت مؤمنة بالله وان موسى نبي لكن اخفت اسلامه وتعرف ان فرعون مو بله ولا شيء بشر لكن خايفة فكتمت ايمانها وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها يا انطح لانا يقولون اللسان مغراف للي في القلب قالت بسم الله قالت بنتها ابوي بنت فرعون تقصدين ابوي قالت لا لا وش ابوك خلاص انت بتعلن لان الامان بدأ يخرج خلاص قالت لا الله ربي ورب ابوك ورب العالمين قالت بعلم ابوي قالت علمه اخبريه وذهبت الى فرعون قالت يا ابي ان الماشطة تقول بسم الله فلما سألت وقالت مو بنت رب العالم انت مو بالله ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها من ربك قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه قال جيبوا عيالها كان عندها اربعة اطفال احدهم رضيع وثلاثة اكبر منه وقال اعذبهم قالت افعل ما شئت يقول انفجاب بقرة هيكل بقرة من نحاس واشعلها نارا وتعرفون نحاس ونار ثم قالها ربي من ربك قالت ربي وربك الله قال اجعلوا الاول في النار فرموا ولدها الاول في النار ويصرخ الولد ويصرخ ثم اختفى صوته مات الله يلطف باخواننا المسلمين في كل مكان ثم الثاني ويصرخ ثم يموت ثم الثالث لما جاء الرابع الرابع رضيع جاء ياخذون منه اسحبته قال لا يا امه تركني فانك على الحق وقال امه هذا احد الذي تكلموا في المهج ورماه في النار فمات وهي تنظر ثم تقتل هي هي قتلت ايضا وقتلت زوجته لان اخبرتها قال من اخبرك بهذا قال علمتني زوجتك اسية اسية التي امنت هي التي اخبرتني وقتل زوجته وبشر الله زوجة فرعون انها من اهل الجنة وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل ويشم الرسول رائحة لانها كانت الماشطة تشم رائحة ابنائهم يحترقون احرق نار وشواط ورائحة دخان وحريق فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة فكأن الرسول يقول لنا نحن امة اذا عبدنا الله بلا اله الا هو كل من قال لا اله الا الله على جميع الامم فهو اخونا ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والارض جزاء لهذه المرأة وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقولون مر فرأى لحم لحم طيب وجميل ولحم يعني خلنا نقول بمصطرحنا المعاصر هبر ولتفت وشاف على اليسار وناس واقفون بين لحمين هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن ويأكلون من هذا اللحم النتن فقال ياجب من هؤلاء قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهب للحرام وهذه نصيحة ايضا لشبابنا ونصيحة لكل من اغرته نفسه لا قدر الله ان يلتفت لمثل هذا ان يعلم ان الجزاء من جنس العمل ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى اناس اخرين وافواهم مفتوحة وتأخذ كرات من النار جمر من النار وتوضع في افواههم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتاما ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يا ويل اللي ما تخيه مسكين ورب عياله ايتام واتمن على مال ينميه او يحفظه ثم اكله من غير وجه حق يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين واخذ اموال للمسلمين ضعفاء ايتام حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق او زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على ان تأخذ شيئا من مالها اكل مال الحرام حرمه الله ولا يجوز ان تأخذ مالا من غير وجه حق خاصة ان كان صاحبه ضعيفا وانت مؤتما عليه محل الامانة متى يكون كما يقال الحاكم او متى يكون الحكم حقا اذا كان الحاكم والقاضي ظالما يجب ان تكون انت ممن يحفظ هذا المال ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسمعت الجنة الجنة تقول يا رب اين سكاني اني تهيأت لهم كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي هنيئا والله العظيم لاهل قيام الليل هنيئا للمصلين هنيئا للصائمين هنيئا للعفيفين هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال هنيئا للطائعين هنيئا للبارين هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والارض ومر على اهل النار ورأى منهم اناس لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وفي لفظ الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراض النساء النبي صلى الله عليه وسلم الان ينظر الى هذا المشهد ويبدأ يطلع مبعد وقف الروس سلم وطلع في مكان فجأة لما وصل موضع التفت الرسول ووقف جبريل صلى الله جبريل يقول الرسول لا يفوتني اش ولا فوته وراك وقفت يا جبريل قال هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه ان اقتربت احترقت وانت ان اقتربت اخترقت وان كان هاللفظ في ضعف لكن المعنى صحيح ان اقتربت انا جبريل احترقت لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت تدخل الى هذا المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مكانة رسولكم اللهم صلي على محمد يقول الرسول فالتفت جبريل طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية ولقد رآه نزلة اخرى مرة ثانية على حالة اللي ستمية جناح عند سدرة المنتهى شافه عند السدرة في موضع اسمها السدرة سميت بالمنتهى ليش لانها المكان النهاي اخر حد يصلوا له المخالق اخر حد النهاية يقول فالتفتوا الى جبريل باجنحته الستمائة طرف جناحة قلب فيها ديار لوط ولو فرد واحد من اجنحته غطى الافق ما بين السماء والارض تخيلوا في هذا المشهد قال النبي فالتفتوا الى جبريل فاذا به كالحصير البالي او الحلس البالي الثوب الطايع في الارض خشوعا لله جل في علا خوف وخشية من الله جل في علا عظموا الله في نفوسكم عظموا الله جل قدرته عيب 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 ان يراك حيث حيث انهاك وان يفتقدك حيث امرك والله عيب عيب ان الله جل وعلا يقول ابغاك في المسجد فلا يراك ابغاك بارا بوالديك فلا يراك انهاك عن دخول البارات والذهب لاهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الاوائل فيها عيب هذا من جزء من تعريف التقوى انا اعتبره اسهلت وتعريف للتقوى قال وما التقوى قال التقوى ان يراك حيث امرك وان لا يراك حيث نهاك فاذا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يصعد ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد لما دخل هذا المكان اذ يغشى السدرة ما يغشى وش اللي يغشى السدرة الاوامر السدرة طبعا وصفها النبي قال اوراقها كاذا كاذان الفيل مثل اذان الفيل وثمارها نبقها يعني الثمار كالاباريق يعني ما فيها شي ملفت كثير فلما تغشاها ما غشا واشتغشاها نور الله جل في علاه يقول النبي فرأيت الاعاجيب رأيت نور الله فتغيرت السدرة واصبح الفراش من الذهب والله اني اعجز عن وصف الذي رأيت رسولكم الذي اوتي جوامع الكلم اوتي بلاغة الارض وحرف الطاع الضاء ما نطقه احد كما نطقه النبي يعجز عليه صلى الله عليه وسلم ان يصف هذا المشهد الذي رآ فيه نور رب العالمين تجلت الانوار الالهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد ما زاغ البصر وما طغى وصل النبي فكان قاب قوسين او ادنى بينه وبين العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغت منزلة وصلت مكان والله اني اسمع صريف الاقلام شوفوا منزلة رسولكم اللهم صلي على محمد عظيم صلى الله وسلم عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للامة لقد رأى من ايات ربي ايش الكبرى الكبرى شاف جبريل وشاف السدرة وشاف انوار هذه الانوار الالهية وهنا كلمه الله موسى كليم الله وابراهيم حبيب الله ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه صلى الله على محمد محمد الكليم ربنا كلم محمد في هذه الرحلة كلمه اختلف العلماء هل رآها او لم يراه لكن الصحيح انه ما رأى الله ولم يرى احد الرب العالمين حتى الان الرؤية تكون في الجنة اسأله لا يحرنه اياك من رؤيته تخيل ان بسلم وصل وهنا قال الله ربه يا محمد اني افرض على امتك خمسين صلاة خمسين صلاة يا جماعة الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة كل الاركان في الارض التوحيد في الارض جاءهم في الجميل التحت وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك الزكاة وكل احكام الشريعة الا الصلاة فرضت في السماء وطبيعتها لان الصلاة كل يوم خمس مرات الله اكبر روحك اصلا تعرج فوق الروح تروح فوق فطبيعة المعراج ان تعرج بنفسك خمس مرات في اليوم فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق انفسنا مع الله كل يوم خمس مرات خمسين صلاة فقبلها النبي وهو نازل التقب من بموسى السماء السادسة قال ماذا فرض عليك ربك قال فرض علي خمسين صلاة قال اني جربت بني اسرائيل ولم يفلحوا فان قومك لا يقدرون عليها ارجع الى ربك استأذر ربك ان يخففها فرجع انفسلم قال يا رب خفف على امتي فقيل انه قال اربعين يعني خففنا عشر وقيل خففها نصفها خمسة وعشرين في روايتين عشر نزلت نزل قال له كم قال اربعين قال لا يقدرون عليها فعاد الى ربه فاستأذن فسارت ثلاثين ثم شوي سارت عشرين تخيل انه صلاتنا خمسين صلاة انا حسبتها اليوم بالساعة رقم سبعة ثلاثين الله هو اكبر يوم هذه رقم كم ستة ثلاثين لا خمسة لا هذه سبعة وعشرين لكن رحمة 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 في الرجع ان ابن سلم يروح يرجع حتى بقيت خمس فالله جل وعلا قال انه لا يبدل القول لدي انها خمس بالفعل بالاداء وخمسين في الاجر رح فقد فرضت وخمس يوم رجع الى موسى قال كم قال خمس قال كثيرة قال الله اني استحيت من ربي خلاص خمس خمس يا جماعة خمس صلوات ومع ذلك حنا نشوفها كأنها اثقل من جبال احد ليه لماذا الصلاة الرسول يقول يا بلال ارحنا ارحنا بالصلاة يا بلال اذا تعبنا تكفى اذن وخلنا نصلي حلنا اليوم نقول ارحنا ولا ريحنا من الصلاة في فرق بين ارحنا بها ريحنا منها ارحنا يعني اذا دخلنا نجد انفسنا فيها ولذلك كان النبي اذا فزع وكان عندها امر شديد فزع النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام الرسول لما رجع يقولون ان عبدالله بن عمر وعمر بن خطاب وعدد من الصحابة كان الرسول الرسول الوحيد اللي شاف الجنة بهذه الطبيعة ممن نزل الارض قال الرسول من الصحابة من منكم دخل الجنة في احد دخل الجنة ما حتكلم فقام عبدالله بن عمر قال انا يا رسول الله يقول عمر بن خطاب شفت حطيته يا راسي قلت فضحنا وان شاء الجنة قال من منكم دخل الجنة ولم يتكلم احد قال عبدالله انا الله يقول عمر فوضعت يدي على رأسي ثم التفت النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من منكم شرب من انهار الجنة يقول قال عبدالله انا يا رسول الله يقول عمر قال من منكم اكل من ثمار الجنة قال انا يا رسول الله قال عمر فوضعت يدي على رأسي ثم قال قل لهم يا عبدالله كيف دخلتها وكيف شربت من اهرهارها وكيف اكلت من ثمارها قال يا رسول الله ان دخولك دخول لامتك وان شرابك شرابا لامتك وان اكلك لثمارها اكلا لامتك شوفوا المفهوم الواسع فاحمدوا الله ان الله كرم نبي هذه الامة بدخول الجنة ورآها نبيكم وصفها بل ان النبي استأذن الله لم يتحدث نبي الامة الا عن شيء اذن الله له بها ان يتحدث ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة صف لنا الجنة قال ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من يعطيني ليش جاء الترتيب اذن عين اذن خطر على قلب ليش الترتيب جاء كذا يلا الرسول يقول كان الترتيب يعكس قال اني رأيته في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على ليش جاء بالعين بعدين السمع بعدين القلب ليش لا نعم يقول لان انت حلو وقال لك واحد وش شفت في الحياة تقول والله شفت الطايف ورحت الباحة لكن ما رحت المكان يعني نظرك اقل لكن سمعت عن ايش ايه والله سمعت عن الشلالات في كذا وسمعت عن كذا السمع اكثر من اما البال التفكير الخيال واسع قد تتخيل اشياء حقيقة وغير حقيقة وتتخيلها بشكلها وبغير شكلها ولذلك الرسول قال ما لا عين الرأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ثم قال النبي فمررت على قصر جميل وعنده حسناء من الحور عند الباب فقلت لمن هذا القصر ومن هذه الحسناء قالوا هذا قصر لرجل قرشي وهذه الحور زوجته قالوا من هو قال انه عمر يقول رسول فوضت واخدت عيني لفيت بوجهي قال العمر ليش يا رسول الله قال علمت غيرتك يا عمر اعرف انك تغار قال اوامنك اغار يا رسول الله شاف الرسول بيت عمر قصر عمر والحور العين التي كانت لعمر ثم قال مررت على الكوثر فرأيت نهرا يقول ابسلم حافته من ذهب فقال جبريل هذا الكوثر الذي يعطاك ربك فانزل الله اننا اعطيناك الكوثر ثم النبي السلام جالس ثم قال ورأيت قصوركم شفوا 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 الكلام البليغ والتطمين للامة ورأيت قصوركم في الجنة قصور قالوا صفها لنا يا رسول الله قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب البلك احمد الله على النعمة يا جماعة ملاطها المسك الملاطه السمنتلي يمسك الابنتين قال ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وسقفها عرش الرحمن اللهم لا تحرمنا من فضلك والله ان الدنيا مهم شي عند هذا النعيم العظيم نسأل الله ان يجعلنا واياك موالدين في جناته جنات النعيم فجاء الصحابة وهم يستمعون الى هذا الكلام الرسول انتهت الان رحلتها العظيمة قال العلماء انه استأذن ربه مما يحدث لان العاقل المؤدب الانسان ذي الخلق الذي ادبه ربه لا يمكن ان يحدث بامر بينه وبين الله الا ما اذن به الله الرسول رجع الان ونزل من السماء الى المسجد الاقصى وجاء فك البراق رابط البراق عشان ما يروح ولقى البراق على ما هو عليه فصعد وصعد جبريل يقول الناس سلم فمررنا على قوم ناس قافلة ومعهم بعير القافلة ذولي بعيرهم شافر ببراق ففر خاف منه فز فزع يقول فهرب البعير في مكان حتى اختفى وبدأ وهله يدورونها افضل بعير عندهم قال النبي فرجع فقال تريدون بعيركم انظروه في المكان الفلاني هناكو حجيبوه يقول فأتيت الى اناء مما فامرني جبريل ففتحت فشربت منه اجو دورون الممالقه وهي علامة يريدها الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فعدت في ليلتي ووالله ان وسادتي فراشي كان دافئا كما تركته كاني ما رحت يقول جيت لقيت الفراش دافئ طبعا الرسول جلس انت تخيل المشهد اللقاء هذا مهم شوي انت لو تروح تقابلك واحد في الديوان الملكي ولا في مكان مهم تقعد تهذري اسبوع دخلت قصر طويل وفيه تريات وكذا وحراس وتقعد تتكلم على شي رأيته من الرسول جلس يعلاني راجع تأثر ظهر ذلك فنام يقول فقمت مهموما وشيقول للناس وكيف اصف المشهد وكيف علمهم بهاللقاء اللي حصل ومروا عليه ابو جهل يقول ما لي اراك متأثرا يا محمد عارف نوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني حصل لي امرا البارحة قال ما هو قال لقد ذهبت الى المسجد الاقصى قال ما ان شاء الله المسجد الاقصى طبعا ابو جهل ما صدق انه نبي يقول المسجد الاقصى نركب حناك بادل الابل ونجيس فوق شهر قال رحت وعودت قال لي رحت وجيت ما بعد قال رحت لسهم ايلا الان احنا بس يعلمنا على المسجد الاقصى يبي يختبره ابو جهل خبيث قال له او تحدث القوم لو جمعتهم لك تسولف عليهم تعلمهم قال ليه او يريدي قال فرصة خلناه قصد ابو جهل يكشف كذبة يعني هذي اكبر وهذي اكبر صاروخ في نظره لا تقبل فقال فذهب ابو جهل وجمع الناس الناس استغربوا تعالوا يا قوم ان محمد عند خبرة يوم اجتمع الناس بدعا ابو جهل يقول اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول تركبون على اكباد الابل شهرا ويموت من يموت في الطريق حتى تصلين لفلسطين وهو يقول ذهب لها البارحة وعاد صلى في المسجد قال ذهبت لها البارحة وعرج بي الى سماء ربي هذا الموضوع الاحين اختلف طبعا قضية الاسراء والميراج حتى بعض المسلمين ارتد ووجدوها فرصة يعني قالوا كيف هذا الان في نظرهم سيثبت الان كما يزعمون وتزعم قريش كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل من المسلمين شاه في المشهد ذا وراح ركض ينادي ابو بكر قال لعله يجي يشوف الموقف دخل الرجل يركض فسقط قال يا ابا بكر افزع فان صاحبك يكذب كيف قال ان محمد يقول للناس الحين عند الصفا انه عرج ان اسري به الى المسل اللقصة قال اقالها النبي قال نعم قال والله لقد صدق او ما بعد سمعه قال لا لا يسمعش يقول يقول فعرج به الى السماء قال اقالها قال نعم قال والله لقد صدق قال يقول فعدت في ليلتي وفي راشي دافة قال اقال قال نعم قال والله صدق وطلع ابو بكر بكل ثقة عنده يقين ويوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يجتمعون على على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا رسول الله قال حدثت القوم بانني عرج بانني اسري به الى المسلد قال اسري بك قال نعم قال صدقت يا رسول الله قال وصليت بالانبياء قال اصليت قال نعم قال صدقت يا رسول الله والناس يقول يا مجنون هذا يكذب يكذب قال صدق فقال النبي انت الصديق يا ابا بكرة ومن ذاك اليوم سميه الصديق ايمانك قد تصدق برسولك يا جماعة انتم صدقين الرسول ما قال حق اذا نتبعوه نتبعه الرسول لا ينطق على الهوى انه الا وحي نيوحى عليه الصلاة والسلام ومع ذلكم لا يصدق قالوا عطنا امارة عطنا علامة انت كذاب قال علامتي انني مررت على قافلة على قوم عندهم بعير وسيأتونكم قال بعد كم بيجون قال يمكن يبيلهم لاني اصلون ثلاثة ايام معهم بعير وصف لهم البعير زينته كذا وخطامه لونه احمر وصف لهم وصف دقيق وانهم قوم قد اتيت عليهم وقد فزع بعيرهم ودللتهم عليه ورأيت عندهم اناء فيه ماء فشربته عليهم جلس يوصف وثلاثة يام يجونكم كانت قريش انتظر ثلاثة يام قريبة معادي قد يروح واني بنثبت هو صادق ولا كذاب يقول فجلسنا يوم جاء اليوم الثالث اليوم الموعود كل القريش صاحب من الفجر وتنتظر حتى تثبت في نظرهم الكذب فلما جلسوا فقد اقبلت تلك القافلة ويتقدمها ذلك البعير وتقدم ابو جهل قال امر عليكم قبل ايام ثلاثة ايام رجل دلكم على بعير فقد تمو قالوا نعم قالوا شرب شرب لكم ماء في اناء قالوا نعم قالوا انت كذاب 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 خلاص المسألة عنات فلما كذبوا قالوا عطنا اية تثبت صدقك والان خلاص دي بنؤمن قالوا اش تبغون اختاروا ما شئتم يا قريش قالوا اسأل ربك ان يشق لنا هذا القمر القمر ذاتي انشك قالوا اذا انشق قال نؤمن بك فدعا ربه فشق الله له القمر والقمر اصبح بين قطع يمين وجزء من يسار والجبل بينهما قالوا كذاب وساحر انما سحرت عيننا فانزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مش بحد يعني وصل الامر الى مسألة التكذيب الذي اصله العنات ما عد نقبل منك يا محمد اصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشق القمر يقول الامام يا بن كثير وغيره من المؤرخين قال لقد ارخ اهل الهندي وغيرهم بانشقاق القمر وش يعني هالكلام يعني هم شافوه يعني القمر لو انه ساحر كان شفته في حدودكم بس لكن رأوا حتى الناس في الهند وفي السنت وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جخل عليه رجل اسمه ركانة قال له ركانة يا محمد تصارعني قال له صارعك خير يا طيال قال ان صرعتني قال اصرعك وان صرعتك قال ان صرعتني اسلم تصدقت فيك ركانة ما احد يهزمه بطل يقول ما يمديه مسك رسول صرعه طاح قال ما صدق الرسول رسول شجاع الرسول بطل قال فقلت مرة ثانية قال مرة ثانية تعرفوا الاطفال تكفى عندها مرة ثانية ماني مصدق انا فمرة ثانية فيصرعها النبي صلى الله عليه وسلم ومرة ثالثة فيصرع الشجاع عليه الصلاة والسلام قال لا اصدقوا بهذا انا لا اقبل ما فعلت فانك لا تعرف قال طيب كيف تؤمن اشتبي بس انت قال قل لهذه الشجرة ان تنطق قال النبي سلم من هو رسول الله قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال كذاب انت ساحر ما راح اقبل كلامك اذا المسألة حينات وعدم قبول للحق والذي يرفض الحق يرفض الايمان ويرفض الاسلام والنبي صلى الله وسلم هذه رحلته كانت تثبيتا له ومعجزة تتحدث عنها الامم الذي ينبغي ان ينبه عليه نحن امه نؤمن بما جاء عن نبينا بعض الناس اليوم يقيمون حفلا ويحتفلون بيوم الاسراء اولا لم يثبت تحديدا متى كانت اختلف العلماء في يومها بل اختلفوا في الشهر حلو في رجب او في غيره واختلفوا في يومها ثم النبي اصطل لم يحتفل بها ولم يحتفل بها اصحابه من بعده نحن نعم نفرح ونفتخر بهذه الليلة انها ليلة التكريم ونؤمن بها ونصدق بها لكن نحن اقوم مصدقون مؤمنون الامة يا جماعة اجتمعت على حق لا ينبغي ان يشد شاذا ويأتي بامر ليس من دين الله قال النبي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم اشتركوا في القناة